وضع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومنذ تأسيسه وضع على عاتقه نشر نهج جلالة الملك المعظم القائم على التعايش السلمي والحوار وحرية الأديان حيث ترجم ذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي انطلقت من أرض السلام والحوار والتعايش من مملكة البحرين إلى العالم أجمع رؤية إنسانية وقيادية ترجمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من خلال أمر ملكي سامي نشر في عام 2018 لإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هذا المركز قدم مثالا حيا على التعايش السلمي في مملكة البحرين وأبرز الدورة الريادية للمملكة ومكانتها الحضارية والإنسانية التي تتميز بها آل امتداد تاريخها العريق منذ انطلاق هذا المركز حمل على عاتقه ترجمة رؤية وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ونشر رسالة المحبة والسلام وقصة مملكة البحرين التاريخية التي مرت عليها عدة حضارات وحضنت عدة ديانات وكان أساس التعايش في المملكة الحوار بين الأديان والثقافات بهدف ترسيخ مكانة مملكة البحرين باعتبارها بلدا للسلام بما لديها من تاريخ ممتد وإرث حضاري عريق هذا وأطلق المركز عددا من البرامج التعليمية من خلال كرسي الملك حمد لحوار الأديان بهدف تهيئة جيل من الشباب كسفراء للتسامح في العالم والذي أكد حضوره الدولي وفعاليته في جامعة سابنيزا الإيطالية وبرنامج الملك حمد للإيمان بالقيادة في جامعة أكسفورد دعما لمبادئ التعايش والحوار والاحترام لمواصلة البناء على دروب التنمية والنماء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي واحد من عدة مؤسسات حضارية تترجم واقع مملكة البحرين في التعايش والاحترام واحترام حرية الفكر والمعتقد الذي يمارس واقعيا ويجمع جميع من على هذه الأرض تحت معيار واحد وهو تطبيق القيم الإنسانية النبيلة التي تتبنىها مملكة البحرين منذ مئات السنين ترجمة نانسي قنقر